صدر عن وزارة الداخلية بيان يتعلق بتطورات الأوضاع على خلفية ما تم نشره مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يلي نصه من خلال رصد ومتابعة ما نشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقد تبين أن هناك استهدافا ممنهجا وموجها لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مخطوئة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة وتبين وزارة الداخلية أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية وتشكل هذه التهديدات بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني الذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي وبناء على ما تقدم فإن وزارة الداخلية وانطلاقا من حرصها على إطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلية والنسيج الاجتماعي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وإذ نؤكد على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير فإننا ندعو إلى الالتزام بضوابط هذا الحق الذي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحر المصداقية عند نشر أي معلومة الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي وفي هذا السياق فإن وزارة الداخلية تدعو الجميع إلى ضرورة توخي الحذر وعدم إعادة نشر ما يروج من الدعاءات خصوصا وأن هذه المرحلة تتطلب تظافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي حيث إن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع وتهيب وزارة الداخلية بضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها والتقليل من آثارها السلبية فنحن اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات وعدم الانجراف وراء الأفكار الهدامة وتدعو الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين وكافة الجهات في المملكة إلى القيام بدورها في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل لتكوين رأي عام إيجابي وفعال يتصدى لمثل تلك الحملات تأكيدا للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه الوطني المجيد ترجمة نانسي قنقر